هناك بعض الإشكاليات التي أعتقد أنها فيها نوع من يعني الاعتداء على معايير حقوق الإنسان أنا هيك بأعتقدها الأصل أنه إذا ما تم القاء القبض على هذا الشخص المطلوب أن يتم توديعه لدارة المدة علامة هي المختصة بالتنفيذ عليه أحيانا لا يتم توديعه وإنما يصار إلى إرسال كتاب ويتم التنفيذ بناء على هذا الكتاب لأنه يكون نزيل إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل وللأسف يتم التنفيذ بناء على هذا الكتاب ويتم إصدار مذكرة المحكومية والإشكالية التي تثور في حال أن أنهى مدة المحكومية التي كانت عليه في قرار سابق في مركز الإصلاح والتأهيل وكان هو يعتقد أنه يفرج عنه يتفاجأ بأنه عليه مذكرة محكومية جديدة هذه المحكومية لم يعلم بها ففي هذه الحالة فوتت عليه مواعيد الطعن سواء بالاعتراض أو بالاستئناف والسبب في ذلك أن المدة تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم عليه والآن مذكرة المحكومية صدرت من عند المدعي العام بتاريخ سابق ولم يكن يعلم به بعض الحالات وأنا كمحامي يعني مرت عليه هذه الحالات أن القضاة يتنبهون إلى هذه الحالات ويقوم بتصدير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لجلب مشروحات متى تم تبليغ هذا الشخص ترجمة نانسي قنقر